أبناء وبنات طلاب الصف الأول الثانوي مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء على منصتكم منصة البس المباشر إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض نستكمل حدثنا في الوحدة الخامسة الباب الخامس مع الطاقة النووية مسحنا المرة اللي فاتت كانت بدأت تكلمنا عن يعني إيه كلمة كيمياء نووية وقلنا إن هي كيمياء نووية بترجعنا إلى تمام التفاعلات الخاصة بالنواة يبقى كيمياء نووية مقصود بيها النواة وما نتلخبط شبابين كلمة نووية ونانوية النانوية اللي أخدناها في الترم الأول وهي مقياس النانو أما نووية ترجع إلى تفاعلات النواة النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتعرف مع بعض على وحدات الكتلة والطاقة وإزاي نحول الكتلة إلى طاقة وأكيد هنجيب سيرة أينشتين هنتعرف على الفرق بين الجول والإلكترون كوحدات كياس للطاقة وإيه هو كلمة ترابط نووي ونبدأ مع بعض نحسبها ونعرف خصائص القوة النواة معي يلا مع بعض نبدأ النهاردة إن شاء الله في البداية كده ما هي وحدات كياس الكتلة الحبيبي ركز معي يا ميستر الكتلة هنقسها بالإيه جميل بالجرام ممكن نقسها يا ميستر في القياس الدولي بالكيلو جرام ولكن يا ميستر الكيلو جرام دي وحدة قياس بالنسبة للزرة كبيرة جدا وعملاقة عايزين وحدة نعرف نشتغل بيها لأنها دي كبيرة جدا 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 بالنسبة للزرة مش هتكون دقيقة طيب نحل الموضوع دي إزاي قال لك بكل بساطة كده هنبدأ نشتغل بحاجة اسمها الAMU اختصار لجملة Atomic Mass Unit وحدة كتل زرية يبقى وحدة كتل زرية دي وحدة قياس صغيرة جدا طيب ايه هي الAMU هي وحدة الكتل الزرية قال لان هي تعادل واحد وستة وستين من مية فعشر قس سلل بسبعة وعشرين من الكيلو جرام إذن أفهم من كده أنه في علاقة ما بين الكيلو جرام والAMU تمام عايزين مع بعض نعرف دلوقتي لو أنا معي الكتلة في الكيلو جرام وحبيت أحولها للAMU أو العكس يبقى للتحويل من الAMU إلى كيلو جرام هندرب في الرقم اللي قدامنا نحفظه كويس جدا واحد وستة وستين من مية فعشر قس سالب سبعة وعشرين طيب واحد هيقول لي طيب لو أنا عايز أعمل العكس أحول من كيلو جرام إلى الAMU هقولك هأسم هأسم على كام على واحد وستة وستين من مية فعشر قس سالب سبعة وعشرين لأن أنا لما أسم على رقم بقس سالب أكني ضربت فيه لأن احنا بنحول من الكبير للصغير دلوقتي من الكيلو جرام إلى الAMU يوبا دلوقتي عرفنا أن وحدات كتلس الكتلة عندنا وحدتين هنستخدمهم مع بعض في القانون اللي هي وحدة الكتلة الزرية والكيلو جرام ما هي وحدة قياس أطاقة الجول طبعا كلنا عارفنا ويمكن أخدناها في الفيزياء طيب فيه وحدة جديدة اسمها إلكترون فولت إي في فيه علاقة ما بين اتنين وبعض طبعا طب الأول قبل ما نقول العلاقة كام ما تفتكر كده معايا الرقم اللي كنا بنحول به من الكتلة بالكيلو جرام لي الاميو كان واحد وستة وستة من مية فعشر قص سالب ممتاز حبيبي سالب سبعة وعشرين أما الرقم اللي هنحول ما بين الإلكترون فولت وش جول هيبه واحد وستة من عشرة فعشر قص سالب تسعتاشر وركز معايا علشان أنا هنا دلوقتي بستخدم وحدة اسمها إيه اسمها عندي إلكترون فولت علشان بعد شوية هنستخدم وحدة تانية مكانها هناك وحدة أكبر تسمى مليون إلكترون فولت مليون مرة عشرة قص ستة أفهم من كده عشرة قص ستة فعشرة قص سالب تسعتاشر يبه يا ميستر هنستخدم عشرة قص سالب تلاتاشر يلا معايا كده مع بعض الإي في تعادل واحد وستة من عشرة فعشرة قص سالب تسعتاشر من الجول طيب أنا عايز أحول بقى من الإلكترون فولت إلى الجول من الوحدة الصغيرة للكبيرة هنضرب في الرقم ذو الأس سالب واحد وستة من عشرة فعشرة قص سالب تسعتاشر أما العكس لما نحول من الجول إلى الإلكترون فولت على طول هنقسم على واحد وستة من عشرة فعشرة قص سالب تسعتاشر يبه أنا كده قدرت أحول من الإلكترون فولت للجول ومن الجول إلى الإلكترون فولت كده أنا معايا وحدات القياس رقم حيتحول بواحد وستة وستة من مية في عشرة قص سالب سبعة وعشرين ودي الكتلة أما الطاقة حيبه التحويل من المليون إلكترون فولت لي إشدول بواحد وستة من عشرة في عشرة قص سالب تلات عشر قال لي أن في التفاعلات النوية حتتحول المادة إلى طاقة وهنفهم بعد شوية ليه ليه المادة أو الكتلة تتحول إلى طاقة طيب مين اللي هيحسب لنا الطاقة دي يتقال لك معادلة أينشتاين طبعا معادلة مشهورة جدا بنشوفها كتير إي تساوي م سي سكوير إي اللي هو الطاقة م اللي هو الكتلة و سي اللي هو مربع سرعة الضوء اللي هو ثلاثة في عشر قصة تمانية تربية عشان هنا طبعا دلوقتي هنعرف مع بعض أستخدم الكتلة بأنه وحدة وأستخدم الطاقة بأنه وحدة ودي اللي هنبدأ نتدرب مع بعض دلوقتي عليه إي هتساوي م سي سكوير لما نستخدم الكتلة بالكيلو جرام و مربع سرعة الضوء أفهم كده يا ميستر إن على طول في الحالة دية الإي هتكون مطبقة بإيه بجول أما إي بتساوي م في تسعمية واحدة وثلاثين هنا الام هتبى وحدة كتل زرية أما الطاقة هتكون بالمليون إلكترون فولت يبا أنا معايا دلوقتي قانونين عايزين كده مع بعض نحطهم قدام بعض ونعرف إيه الفرق بالاتنين إيه بتساوي م في سي باور تو سي تربية إيه هتبى بالجول والام على طول بالكيلو جرام ركز كيلو جرام مش تساخد من الجرام والسي مربع سرعة الضوء أما الإي في القانون التالي اللي هو أم في تسعمية واحدة وتلاتين هتكون عبارة عن في مليون إلكترون فولت والام باليو اللي هي اي ام يو أو وحدة الكتل الزرية أما تسعمية واحدة تين فهم مقدار سابت يباحنا كده قدرنا نعرف دلوقتي لو الدني الكتلة بالكيلو جرام هستخدم القانون الأول لو الدني الكتلة بوحدة الكتل الزرية هنستخدم القانون الثاني طبعاً احنا ممكن نحول لمصر طبعاً ما احنا معنا الأرقام واحد وستة 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 ممية فعشر قس سالب سبعة وعشرين دي اللي بيحول لي مين بيحول الكتلة أما الطاقة بتكون واحد وستة من عشرة فعشرة قس سالب تلات عشان نحول ما بين المليون إليكترون فولت والكيلو جرام يلا مع بعض معايا بالورقة والقلم وابدأ حل معايا دلوقتي احسن طاقة ناتجة عن تحول خمسة جرام من مادة إلى طاقة مقدرة بوحدة جول مليون إليكترون فولت أول حاجة حبيبي هنا أنت حتروح للمسألة وعيز طاقة طيب معايا قتلة قتلة بالجرام بقسمها على 1000 عشان أحولها إلى كيلو جرام طيب هتستخدم أنه قانون قالك أنا كده هستخدم عشان أطلحها بالجول على طول هستخدم اي بتساوي م مضروبة في سي باور تو يبا هو ممكن يطلب هالي بالمليون إلكترون هو طالبها فعلا الدمك حلين مباشرة عندي هحول من الجول إلى المليون إلكترون بولت هقسم على 61 من عشرة فعشرة قصة سلب كام 13 واحد تاني يقول لا أنا عايز أحول أولا الكيلو الكيلو جرام إلى أم يو واستخدم القانون التاني اللوائي بتساوي أم في 931 يبقى احنا ممكن نيجي هنا مع بعض ونقول هنقسم ها على 61 بمية فعشرة قصة سلب 27 عشان نطلحها بال وحدة الكتل الزرين ثم هدربها في 931 هيطلع للناتج بالمليون إلكترون بولت يبقى احنا كده اتدربنا هنحلها ازاي طيب لو ايجي قال لي احسب كمية الطاقة بالجول النتيجة من تحول 25% من مادة مشاعة كتلتها 1 و4 من 10 صح صح كده معي الكتلة كلها 1 ب4 من 10 هل الكتلة كلها اتحولت لا اللي تحول منها 25% ربعها يا مستر طب انا عايز اعرف كتلة اللي تحول دي كام حضرتك ترعلي 1 و4 من 10 في 25% على 100% عشان احسب لك الكتلة تطلع بكام يب اولا هضرب بـ 1 و4 من 10 في 25% على 100% تطلع بـ 35% من 100% جرام جميل لا اركز بس شوية يا مصطفى ما تتصرعش وتقول ان انا هبدأ استخدم مباشرة من القانون اللي هو ام في سي بور 2 لبا سي هتساوي 35% من 100000 مضروبة في مربع سرعة الضوء حيدينا الناتج بالجول لبا احنا كده اتدربنا بعض دلوقتي ازاي نبدأ نحول القتلة الى طاقة معاب الورقة والقلم ونبدأ نحل الاسئلة كمية الطاقة الناتجة من تحول كتلة X جرام من عنصر الورانيوم الى طاقة نقطة كمية الطاقة الناتجة من تحول نفس الكتلة من الفرنسيوم الى طاقة نصح صح كده مع بعض هنا يورانيوم وهنا فرنسيوم يا مستر انا ما بتوقفش على نوع العنصر انا بتوقف على مين على الكتلة يعني معنى ذلك ان انا هقول ايه تساوي تمام لان انا هنا اللي يهمني الجزء اللي تحول هو كتلة متساوية يبقى اذا تساوي تتساوي الطاقة الناتجة بالجول مع مربع سرعة الضوء الطاقة الناتجة بالجول يعني انا عايز ايه هتساوي ام في سي باور تو امتى دي بتساوي دي يا مصر لما الام بتساوي واحد كيلو جرام واحد كيلو جرام اللي هو كام اللي هو عندي الف جرام جرام يبا انا عندي هنا الناتج اللي هو الف جرام فكر معايا اكبر واحدة لقياس الطاقة من الوحدات التالية الالكترون فولت صغيرة قوي والمليون اكبر منها بكتير بس ما زال اغيرة بالنسبة للجول اذا اكبر واحدة هي الكيلو جول من معادلة اينشتين يمكن استنتاج كتلة الجسم المتحول هي مقياس لما يحتوي من طاقة طبعا مش كسافة ولا مادة ولا سرعة الضوء جسم كتلته اكس كيلو جرام فقد جزء من مادته على هيئة طاقة مقدرها اتنين وخمسة وعشرين من مية فعشرة قس سبعتاشر جول وبحساب الكتلة المتبقية بعد التحول وجد انها اربعة كيلو جرام فان الكتلة الاصلي يعني يا مستر انا محتاج مح على اربعة جرام عشان اطلع طيب نمش كده مع بعض اي بتساوي ام في سي باور تو اذا الام الكتلة المطلوبة هتساوي ال اي على سي باور تو احط الارقام اللي موجودة عندي حلقة الام بكام باتنين ونص او عتستعجل اتنين ونص على الاربعة يبقى بكام يبقى احنا احنا كده اتدربنا مع بعض ازاي ان احنا نحل مسائل تحويل الكتلة الى طاقة والعكس دلوقتي مع بعض كده عايزين نبدأ نفقر ليه الزرة تحافظ على استقرارها بالرغم من ضقالة قوة تجازب المادي بين النيوكلونات في قوة تجازب هنشوف ها دلوقتي ولكنها ضئيلة مقارنة بقوة تنافر طيب قبل ما نفكر كده ونقول الاجابة عايزين ندرس مع بعض ايه قوة تجازب وتنافر اللي موجودة عندي الزرة قلنا كلمة نيوكلونات نيوكلون هي عبارة عن البروتونات والنيترونات الموجودة داخل النواة طبعا توجد بين البروتونات المجابة وبعضها قوة تنافر قهربية كبيرة جدا موجب مع موجب حيتنافر مع بعض حيبعدولي عن بعض ليه قوة تنافر كبيرة طيب هعد معايا كده هدي أول قوة موجودة داخل النواة نمرة اتنين قوة تجازب ضعيفة ما بين البروتونات والنيترونات أي جسمين يوجد بينهما قوة تجازب ولكن قوة تجازب هتكون ضعيفة البروتونات بعضها بعضها قوية تجازب ما بين البروتونات والنيترونات تجازب ما بين النيترونات والنيترونات من الشكل اللي دفن التنافر قوي جدا التجازب ضعيف المفروض أن أنا أقول عليها غير مستقرة بس هي في الحقيقة حلقيها مستقرة ليه مستر إيه اللي خلاها تكون مستقرة صح صح كده مع بعض اللي خلاها قوة خارجية قوة تعمل على تجازب النيوكلونت وبعضها تمنع التنافر حتسمى القوة النووية يبنا لو جيت قلت لك دلوقتي يعني إيه كلمة قوة نووية القوة المسؤولة عن تجازب النيوكلونت وبعضها عدم تنافرها استقرار النووية القوة التي تعمل على ترابط النيوكلونت وبعضها تخليها مربوطة ما تتنفر مع بعضها حنسميها القوة النووية القوة التي تعمل على ترابط النيوكلونت داخل مين داخل النووية طيب معايا كده نكتب مع بعض بالورقة ونالم خصائص القوة النووية اولا احنا بنسميها القوة النووية القوية خصائصها قصيرة المدى يعني ايه قصيرة المدى يعني لا تعمل الا في مدى صغير جدا 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 ما بيبدأش النيوكلونت في التجازب الا لما تكون المسافة بينهم تمام عاشرة السالب خمستاشر يعني مسافة صغيرة جدا 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 يب اذا قصيرة المدى اتنين لا تعتمد على طبيعة النيوكلونت ما بتعتمدش على طبيعة النيوكلونت بمعنى ملهاش علاقة ما بين بروتون وبروتون بروتون ونيترون لا هي اي نيوكلونين مع بعض هي بتظهر ما بين بروتون وبروتون بروتون ونيترون نيترون ونيترون باذا هي واحدة من الازواج التالية ملهاش علاقة على الطبيعة لا تعتمد على طبيعة النيوكلونات طيب قوة هائلة جدا لذا لذا يطلق عليها اسم القوة النووية يبقى ما بعض كده نقول قصيرة المدى لا تعتمد على طبيعة النيوكلونات قوة هائلة جدا علل تماسك مكونات النواة رغم موجود قوة تنافر بداخلها رغم ان انا عندي قوة تنافر قوية ما بين البروتونات المجابة وبعضها الى ان النواة متماسكة طبعا لان في قوة خافية في قوة تعمل على ترابط النيوكلونات داخل النواة وهي اكبر من قوة تنافر لذا تعمل على استقرار لماذا نسميها بالقوية ما احنا لسا ايلين لانها قوة هائلة تعمل على اندفاع النيوكلونات واقترابها اكتر من بعضها فتاقل تاقل وضعها عن الوضع الحر وتكتسب وضع سالم يعني بتمنع التنافر تعمل على استقرار لذا سميت بالايه بالقوية طيب عملي نقول ترابط نووي ربط مكونة النواة طب ايه هي طاقة الترابط النوي هي هي كمية الطاقة المكافئة لمقدار النقص يعني انا اقصد بالسؤال بتاعي هي جات من اين طاقة الترابط النووي دي ايه مصدرها اللي خلها تعمل على ربط المكونات اكيد في طاقة خفية الطاقة دي بدأت ان هي تعمل على ربط مكونات النواة ببعضها طيب جاية من اين قالك بمقدار النقص في القتلة نشوفها كده مع بعض قالك اثبت عمليا ان قتلة النواة وهي متماسكة اقل من مجموع قتل النيوكلونات المكونة لها عايزين نفهم الحتة دي كويس كده مع بعض النقص في القتلة ايساوي القتلة النظرية نقص القتلة الفعلية او الحسابية الفعلية او الحسابية طيب انا عندي هنا يعني ايه كلمة القتلة النظرية هي قتلة النيوكلونات الحرة دي قتلة حرة القتلة الفعلية هي قتلة النيوكلونات المترابطة بمعنى أنا لو جبت النيوكلونات لوحدها وجمعتوه ألاقي أن النيوكلونات دي تديني كتلة اسمها كتلة نظرية أما لم النيوكلونات مترابطة وهي مترابطة هنسميها كتلة فعلية قالك أن مقدار النقص في الكتلة يتحول إلى طاقة طيب يا مستر إيه هي فايدة الطاقة دي قالك فايدتها أنها تعمل على ربط مكونات النواة بمعنى أن هي بتلغي قوة التنافر ما بين البروتونات المجابة وبعضها اللي احنا شفناها من شوية لا هي بتلغي التنافر ده وتعمل على تجاذبهم أكيد هي قوة أقوى منهم هنعرفها باسم طاقة الترابط النوي علل الكتلة الفعلية للنواة أي زر أقل من مجموع قتل نيوكلياناتا ليه جزء من الكتلة يتحول إلى طاقة ركز كده معي في الرسمة اللي قدرنا أنا معي أدي نواة متماسكة النواة دي لو أنا جيت ووزنتها على الميزان ووزنتها واخد بالك جبت جهازه ووزنتها إذن أنا حسبتها يبقى كتلة حسابية أو كتلة فعلية أما لو أنا رحت جبت كل نيوكليون لوحده وبدأت أحسب كتلة دي الواحد ودي الواحد وكل واحد منفصلة عن الآخر هنلاحظ إيه هنلاحظ أن مجموع كتل النيوكلينات المنفصلة لما نيجي نحسبها حيكون أكبر من المتماسكة يبقى إذن في جزء عندي هنا من الكتلة فوقت إذن في جزء تحول إلى طاقة على طول ساعة ما بقول جزء من الكتلة تحول إلى طاقة برجع لمين أينشتاين وأقول أن إيه بتسوي أم في سي باور تو أو أقول أن إيه بتسوي أم مضروبة في تسعمية واحد وثلاثين طيب جميل معايا كده يا محمد قول لي إيه دي عبارة عن إيه طاقة بالجول نرجحهم مع بعض بسرعة وإم قتلة بالكيلو جرام أما سي هو مربع سرعة الضوء اللي هو بيسوي ثلاثة في عشرة أس ثمانية باور تو طيب يا ميستر لو أنا استخدمت القانون الثاني فهتكون بالمليون إلكترون فولت أما الكتلة بتكون باليو أو الـ اللي هي بنسميها بالعربي وحدة كتل زرية طيب أنا دوقتي عايزين نمسك وراء أو قلم كده مع بعض ونحسب طاقة التربط النوي مسألة مشهورة عندنا جدا بنشوفها في الامتحانات أول حاجة هنحسب الكتلة النظرية كتلة نظرية يعني كتلة كل جزء منفصل لوحده يعني نقدر نقول أن أنا هجيب عدد البروتونات في كتلة كل بروتون أجيب عدد الناترونات في كتلة كل نيترون تمام كده أنا حسبت الكتلة النظرية طيب الفرق في الكتلة فرق في الكتلة أكيد هو الفرق ما بين الفعلية والنظرية ممتاز يبقى كتلة النظرية ناقص الفعلية اللي احنا بنسمي النظرية الحسابية طيب طاقت الترابط النووي الفرق في الكتلة ما تروب في تسعمية واحدة وتلاتين لي يا مستر أنا استخدمت القانون بتاع تسعمية واحدة وتلاتين علشان أنا بكل بساطة تمام الكتلة هنا باليوم طيب لو حبيت أحسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون مش للنواة كلها لا النيوكلونات منفاصلة هنعمل ايه في الحالة دي هنقول طاقة الترابط النووي كلها مقسومة على عدد النيوكلونات مقسومة على العدد الكتلة يبنا خلي بالك كده معي ورقة وقلم ويكتب ورايا القوانين دامنا دا وقتلة البروتون تساوي وقتلة النيترون تساوي طيب يلا كده معاي أنا علشان أحسب طاقة الترابط النووي محتابج يجيب الفرق في القتلة وعلشان أجيب الفرق في القتلة حبيبي لازم نعمل الاول تمام لازم أروح أجيب القتلة النظرية اللي هي بنسميناها الحسابية إذن هقول أنا قتلة النظرية بتساوي أنا عندي اتنين بروتون في واحد بوينت زيرو زيرو سيفين تو ايد قتلة بتاعته عندي اتنين نيترون جبت اللي اتنين نيترون منين طراحت العدد الكتلة اللي اربعة نقص اتنين يبقى إذن اتنين في وان بوينت زيرو زيرو ايت سيك سيكس طيب أنا كده جبت الكتلة النظرية مطلوب مني ايه مطلوب مني اجيب الفرق في القتلة النقص في القتلة حيساوي الكتلة اللي انا طلعتها اللي هي كتلة الحسابية او النظرية ناقص جميل ناقص مين على طول يا ميستر ناقص الكتلة الفعلية حيساوي اللي ناقص يعني ايه اللي تحول الى طاقة يبنى على طول اخد طاقة التربط النووي تساوي ام اللي هو الكتلة المتحولة في تسعمية واحد وثلاثين على طول هنحصل عليها تمانية وعشرين طيب يا ميستر انت كده جبتلي طاقة التربط النووي لنواد الهيليون طيب لو انا جيت طلبت منك تجيبلي طاقة التربط النووي لكل نيوكلون هقول لك هأسم الرقم الرقم اللي طلع على عدد الكتلة اللي هو اربعة يبقى انا هقسم تمانية وعشرين على اربعة هيساوي سبعة وكسر يبقى مهم جدا ناخد بالنا هو طالب مني ايه في المسألة هل طالب طاقة التربط النووي للنواة ولا طاقة التربط النووي لكل نيوكلون احنا احنا في لفظ عندنا بيقول لي حاجة اسمها عنصر مستقر وعنصر غير مستقر طيب يعني ايه كلمة عنصر مستقر العنصر الذي تبقى نوات زراته سابتة على مر الزمن حيفضل سابت مش هيتأثر هسميا عنصر مستقر طب وغير لا العنصر اللي بينحل بيتحول الى عنصر اخر تنحل نواته منها مع الزمن من خلال نشاط اشعاعي طيب انا اعرف ازاي تركيب العنصر المستقر من العنصر غير المستقر قال لي ان استقرار الانوية ممكن وضحها بالشكل البياني اللي قدمنا بحيث ان انا عندي عملت علاقة ما بين على المحور الرأسي عدد النتروناد فيه عندي على الجانب الايصر عناصر هتقع وفيه على الجانب الايمن على جانبي حزام الاستقرار معايا بقى وسجل المعلومات الانوالة بالورقة او القلم اللي على ياميا ويسار واعلى غير مستقر اما اللي هيقع على حزام الاستقرار فهو مستقر طيب نمشي واحدة واحدة مع بعض كده اللي في الاول هنا عندي لما يقول لي ان النسبة ما بين واحد من عشرة من واحد الى واحد النيترونات الى البروتونات هنا مستقر طيب برضو بتزيد شوية بس هتوصل لغاية اخرك في العناصر الكبيرة واحد الى واحد وثلاثة وخمسة يبا برضو مستقر اما اذا وقعت على اي جانب يمين او يسار او اعلى فهتكون في الحالة دي تغير مستقر طيب نشوف كده مع بعض لو العنصر وقع على الجانب الايسر فمعنى ذلك ان عدد النيترونات اكبر من عدد البروتونات زي ما انا شايف لاننا في الحالة دي لانصر هنا فعدد النيترونات هيبقى اكبر من الطبيعي بكتير طيب في الحالة دي ايه اللي هيحصل لازم عشان نستقر نقل للنيترونات ونزود البروتونات تاني نقل للنيترونات ونزود البروتونات عشان كده هيتحول النيترون الى بروتون وفي الحالة دي انا قللت عدد النيترونات جميل وزودت عدد البروتونات بس لما بنفقد يتحول النيترون البروتون بيفقد جسيم بيتا سالب هنحفظ اسمه مؤقتا لغاية ما نيجي بعد كده ونعرف خواصه عنصر لو وقع على اليسار او على اليمين غير مستقر على اليسار يتحول النيترون الى بروتون بفقد جميل بتسالب على اليمين يتحول البروتون الى نيترون ويفقد بوزترون مجب طب افرد افرد بقى لو وقع على يمين ولا شمال لأ طراح فوق فقول لك لأ هنا في الحالة دي هو عنده زيادة من الاتنين عنده زيادة من مين من البروتونات والنيترون مش هيتحول هيفقد الاتنين هيفقد البروتونات والنيترون وفي الحالة دي بيفقد في صورة حاجة اسمها هناخدها هي اتنين بروتون واتنين نيترون بعد كدس معايا بالورقة والقلم وفكر وستنتك البوزترون الالكترون نواة شحنته ايه هنرسى اقيدين من شوية البوزترون دي مصر هو لما بيتحول البروتون الى نيترون الموجب الى متعادل يعني هو موجب عايزك تفهم معايا قبل ما تحفظ المعلومة تكون فاهمها معناها ايه طيب الازواج التالية توجد بينها قوة نووية قوية قوة نووية قوية ما عدا مين اللي مش هيكون له قوة نووية واحد بالسرعة راح مفكر وقال مفوش قوة نووية يعني برا النواة ومين اللي برا النواة تمام الالكترونات اذا ما فيش قوة بتجمع لما بين الالكترونات والبروتونات عندما عندما تكون طاقة الترابط النووية لكل نيوكلون كبيرة طاقة كبيرة فهذا يعني ان نواة هذا النظير ملها طاقة الترابط كبيرة غير مستقرة مستقرة دماما تحتوي على عدد قليل من الالكترونات تكون نسبة النيترونات للبروتونات لها كبيرة يلا كده معايا لما تكون الطاقة لكل نيوكلون كبيرة فهذا يعني انها تامت الاستقرار القوة النووية هائلة التي تعمل على ربط المكونات يعني متربطة يعني مستقرة تماما يلا معايا طاقة الترابط نوي لنواة عنصر بمية ستة وتمانين وتلاتة من مية مليون إلكترون فولت وطاقة الترابط نوي لكل نيوكلون ستة وتسعة وتمانين مليون إلكترون فولت وغلاف تكافؤ الزرارات الثالث يحتوي على ثلاث إلكترون يعني معنى ذلك يا مستر غلاف التكافؤ ثلاثة أدي واحد اتنين ثلاثة اتنين تمانية ثلاثة يعني إحنا بنتكلم على عنصر الألمون يوم تلات عشر أنا كده جبت عدد مين عدد البروتونات طيب عشان أجيب الناترونات لازم أجيب العدد القتلي اللي هو عدد الناكلونات طب هو مديني هنا معلومة إن طاقة الترابط النووي عندي كدس طيب في الحالة دي يا مستر ممكن نعمل إيه اللي هنقسم دي على دي علشان نجيب عدد الناكلونات طيب تلعب كام لما أسمت تلعب سبعة وعشرين طب سبعة وعشرين مين سبعة وعشرين دي الناكلونات منها تلات عشر بروتون يب كام نيترون أربعة عشر أي مما يلي له خواص مماثلة لخواص الإلكترون فكر كام معي يعني ايه خواص مماثلة لخواص الإلكترون نفكر شوي أولا الإلكترون صغير ماش عايز حاجة صغيرة هما صغيرين طيب ايه تاني أنا عايز حاجة تكون شحنتها سالبة ألفا لا ألفا دي النساء ما أخدتهاش بس هناخدها بعد كده ألفا مجابة بيتا بتالي احنا خدنا بتسالب يبا إذن هي دقيقة بيتا تمام يبا أنا كده قدرت أقول أن ليه خواص مماثلة من حيث الشحنة ومن حيث حجمه كتلته صغيرة جدا 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 طيب احنا كده نقدر نقول النهاردة اتكلمنا عن موضوعين مهمين جدا الموضوع الأولاني اللي هو تحول القتل إلى طاقة واستخدمنا مع بعض حد فاكر كده يفكرني بسرعة القوانين اللي أنا استخدمتها اللي تساوي M في سي باور و E تساوي M في تسعمية واحد وتلاتين يا مستر هنا بالجول هنا بالكيلو جرام أما أما دي مربع سرعة الصوت ثلاثة 10 أسسالب نحن عن جزء مهم اللي إحنا قدامنا دلوقتي أما إذا وقع العنصر على يمين حزام الاستقرار فهو في الحالة دي ماله يحتوي على عدد من البروتونات أكبر من عدد النيترونات وليه كي يستقر العنصر يتحول مين إلى مين هيتحول عندي هنا البروتون إلى النيترون بفقد بوزيترون موجب يبنى كده قدرنا نعرف هنا طب يا ميستر لو وقع أعلى حزام الاستقرار عنده بروتونات ونيترونات زيادة بيفقدهم لتنين في صورة ألفا ويوصل إلى حالة الاستقرار وبكده حبيبي بنكون إحنا النهاردة وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله هنبدأ نستكمل مواضعنا مع رعد عن الطاقة النووية ونشوف إيه هي الأشعة ونتكلم عنها بتفصيل كان معكم مستر مين عطية ومس حنان السيز ترجمة نانسي قنقر